السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم كريم فهمي اجر سولوشنز اركي تاكت الحلقة اللي فاتت اعتقد محدش بص عليها هي كانت عن ريسورس جروبس واعتقد محدش بص عشان حاجتين اول حاجة انا كتبت الطايتل بالانجلش ودي غلطة من عندي فاعتقد الناس تاهت ما اريدش ان هو بالعربي وانا كنت كاتب اينا عربي بس انا اسف دي غلطة من عندي هحط اللينك تحت يا ريت الناس تبص عليها عشان تتابع معي في الحلقة دي طيب ارجع تاني بس اقرر عشان الناس برضو لو لسه حد جديد جاي يتفرج علينا اقول ان الحلقات دي مجرد درداشة بس اعرف الناس موضوع المايكروسوفت اجر ازاي يخشوا فيه من الاول من البداية بطريقة سهلة لو انت لسه في الكلية دي فرصة عظيمة جدا 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 عشان تلحق القطر من اوله بدل ما تتبهدل بعد فترة طويلة وتكتش تقول يا ده انا كنت والله لو عرفته من زمان كان وفر علي وقت وهو فعلا كان هيوفر عليك وقت زي ما انا وزميلي قبل كده اتسحلنا وتبهدلنا يعني في الكارير باط بتاعنا وغيرنا كتير فكان الناس لو عرفت الحاجة بدري كان التوارف الكارير اسرع واسرع واسرع النهاردة هنبتدي نتكلم على الناتوركس خلاص الناتوركس في اجر طبعا احنا قلنا المرفة الناتوركس في اجر وان هو ده الكنتينور تخيل دك انه الداتا سنتر بتاعك وانت تتدي لسه هتحط الراكس الراكس بتاعتك الدواريب اللي فيها الدولاب اللي فيه السيرفر بتاعتك السويتش لكل الحاجات دي اول حاجة في الداتا سنتر لو انت لسه كنت شغال في ال اي تي جديد فالمرحلة الجاية بتاعتك التطور بتاعك بتروح سكة ال الانفراسطركس يتروح سكة الابليكيشن والديولوبمنت فلو انت رايح سكة الانفراسطركس هتعرف اللي انا بقول عليه ده لو انت رايح سكة الديولوبمنت ممكن تسمع اهلا وسهلا بس انت مش هتشوفه في شغلك يعني عملا انت هتلاقي كل اللي قدامك كود وديولوبمنت مش هبقى ليك علاقة بالكلام اللي انا بقوله لما نيجي نبدأ في الداتا سنتر بيبنو الداتا سنتر طبعا بيبقى في كزا جزء جزء فيه جزء كبير قوي اللي هو بتاع الباور وده ما لناشدع به ده اللي هو بيحدده قد ايه باور داخل عشان يشوفه الاستهلاك الكهرباء وحيكفي اد ايه سيرفرز وسويتشيز والاجهزة بتاعتك هتكفي اصلا ولا لا ويحدده كمية باور معينة وده مش شغلنا ده شغل ناس بتاع الباور طيب احنا ايه شغلنا طبعا بداية هو كان بيبقى في كزا تيم في الداتا سنتر طبعا فيه تيم بتاع الباور ودول بيبتدوا زي اللي هم الخط الامامي كده اللي هو انت داخل في شيء هو الصف الامامي فدول بيبتدوا يخشوا يزبطوا بقى كل الناتورك بتاعت الداتا سنتر بيزبطوا الوصلات والكابلات بين الراكس وبينها وبين بعضها وبين السيرفز وبعدها وبين السويتش وبعدها وبين الستورج وبعدها توصيلات كتيرة جدا 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 وبتاخد مجهود ووقت وشغل كتير يعني هم معرفين بالموضوع ده قبل ما نبتدي احنا كده اللي هم الحاجات اللي هي الكمبيوترز والسيرفز وكده تخش الداتا سنتر فدي كده اول حاجة وبعد كده بنخش بقى نحط السيرفز بتاعتنا والستورج ونبتدي نعمل توصيلاتنا ونبتدي نعمل كونفجريشن بس هو قبل ما نعمل الافلام دي كلها او قبل ما نعمل الشغل ده كله لازم يكون الناتروكس جاهزة ومتزبطة على الشغل على طول طيب ده العرف السائد في الداتا سنترز ممكن يكون فيه نمازج تانية بس ده اللي انا شفته في حياتي المهنية قبل كده وانا بحاول اشير الخبرة بتاعتي مع الناس اللي سبدا طيب نفس الكلام في اجر انت دلوقتي هتبتدي تعمل الريسورس جروب اول حاجة تبتدي تخطط للنتروك بتاعتك يعني تخطط للنتروك بتاعتك شوف انت عندك الوركلود قد ايه عايز عايز كام اي بي الكلام ده كله بقى ليس هتكلم فيه ادفانس انا النهاردة بس حواريك كابابلتيز يا او حواريك كدرات ازاي تقدر تعمل نتورك يعني ايه نتورك وازاي تعملها وازاي تحددها وازاي تشغلها النتورك عمتا في الان بريميسز او في التقليدي اللي هو اللي احنا بنشتغل عليه الان بريميسز اللي هو العادي مش الكلاود في الداتا سنتر ده بيبقى عبارة عن فيلانز بيسموها فيلانز او زونز فيلانز وزونز بتتقسم كده احنا بيبقى في الكلاود بتبقى فيلانز وزونز 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 فيلانز وزونز وزونز طبعا في فيلانز مش عايزة اخش في حاجات ادفانست زي يقولك ترونكيشن او تاجينج على البورت ما فيش كده ولو فيه حيبقى حاجة فيلانز قوي ودي برضو بتبقى سوفستيكيتد سوفستيكيتد يعني حاجة معقدة جدا ومش هيتكلم فيها عشان استخدامها بيبقى نادر قوي على الكلاود عشان الكلاود موضوع اوضح واسهل بكتير طيب لما نتكلم عن الناتروكس الناس طبعا بطبع الناتروكس هقول لنا ايه ده فين هقول لك ايه يا كريم ده انت بتقول فين اللي سويتشز ما يا جماعة مفيش سويتشز فاقول لهم يا جماعة كل حاجة هنا افتراضية يعني كل شيء افتراضي يعني كل في الخيال هو طبعا انا مش بنبيع الهوى يعني هو افتراضي بمعنى ان مايكروسوفت بتدي كلير او طبقة من السوفتوير والطبقة دي بتبقى تحكم في الاجهزة بتاعتها في الخلف في ال back end عندها انت مبتشوفش ومالكش اكسس على الاجهزة فيزيكلي بس ليك طبقة معينة تقدر تتحكم فيها وهي بترجم الكومنز بتاعتك او او الديزاين او بتاعتك بتحولها لأوامر وهي بتبتدي تخلص المواضيع ورا من غير ما انتم تشوف دي اسمها ايه بقى دي اسمها سوفتوير ديفايند نتوركس صوفتوير ديفايند نتوركس وده الكنسبت يعني احنا بنعمل النتورك اللي هو السويتش والكابلات والحيات دي افتراضية حتى انت مش في الكلاود مش هنتكلم على الكابلات ولا البرتات ممكن نتكلم شوية على البرتات بس مش هنتكلم على بسيكال تقدر تعمل تصبيتات او تصبيتات او اعدادات للنتورك الموجودة كاملة كأنك معاك هاردوير لا ده هي طبقة بسيطة طيب الميزة هنا الناس اللي هتبقى جاية من النتورك اللي هي هتبقى مواضيع من النسبة له سهلة وفهمة مش هيحسوا في فرق اوي طبعا هيكون عندهم خبرة فهيبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه والناس اللي لسه جديدة برضه هيفهموا عشان احنا لسه جايبين موضوع لسه من البداية فان شاء الله كل الناس هتفهم احنا هنتكلم في ايه طيب فدلوقتي اول حاجة احنا هنتكلم فيها موضوع النتورك وازاي تزبط النتورك ازاي تعمل تخلق نتورك افتراضية على الكلاود وازاي تديها اي بي طبعا قدام ان شاء الله لما الواحد حيبقى اركيتكت او او ديفوبس بالنسبة الازور الكلام ده هيكون مفيد ليه عشان انت لو اركيتكت عايز تصمم النتورك بتاعتك لازم تعرف ايه الورك لودز عندك او او الشغل بتاعك على الكلاود قد ايه اجهزة عايز تحطها على الكلاود قد ايه سيستمز او انظمة عايز تحطها على الكلاود فانت بالتالي هتضطر ان انت تعمل ديزاين للنتورك هتلاقي فيه مثلا انترنت او زي جيتويز للانترنت ازاي تدي انترنت اكسس تديهم ازاي انترنت تدي ازاي اكسس على الحاجات معينة كل ده هيجي قدام في الاركيتكت احنا دلوقتي بس بنماهد للناس وبعد كده كله 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 هيخش في الادبانس فاتمنى ان كل الناس تركز معايا في الحلقات دي عشان قدام هنجري ونخش في حاجات ادبانس فده وقت حلو جدا للي عايز يبتدي من الاول وما يحسش بتاعب خلاص طيب يلا كده نشوف ديمو مع بعض طيب دلوقتي احنا فتحنا المايكروسوفت اجر بورتول بتاعنا زي المرة اللي فاتت برضو احنا دلوقتي احنا دلوقتي اعملنا كرييشن ريسورس جروب ريسورس جروب زي ما قلنا هو كونتينر فالو انا اخترت مثلا ريسورس جروب اللي هو زي ده وعايزين نعمل بيرتول ناتورك زي دي فهنبتدي تخش برضو هوريك حاجة في الاول هنا في بيرتول ناتوركس فلو دست على بيرتول ناتوركس هجيب لك كل ال بيرتول ناتوركس اللي انت عملتها او انت عملتها لا كرييشن او خلقتها هنا اوكي طيب طبعا هنرجع تاني للريسورس جروبس فانا بوريك الستابس البسيطة تخش على طبعا انت عملت كرييشن لريسورس جروب هتعمل اد وتبتدي تكتب بيرتول ناتورك هنا زي كده بيرتول ناتورك طيب برما دست على بيرتول ناتورك فتروح دايس create وتبتدي تشوف ايه الدنيا طيب نفس الكلام هو اول حاجة يقول لك فين السبسكريبشن احنا هنا السبسكريبشن دي المحفظة بتاعتك الفلوس هتصرف منين عندك اشتراك عندك كارت عندك ايه هو ده فكرة السبسكريبشن فبتختار طبعا السبسكريبشن لو احنا بنتكلم ان انتو بتستخدموا الترايل اكاونت او الترايل اللي هي من ماجروسوفت ببلاش او ايا كان لو انت في شركة عندك انتر برايس اجريمينت لو انت سي اس بي كلاود سوروشن او ايا كان هتلاقي الاشتراك بتاعك هنا لو مفيش سبسكريبشن مش تعرفت اصلا تعمل اي حاجة في اجر هنا بقى بتعمل ايه بتختار الريسورس جروب فطبعا انا الطبيعي ان انا كنت بعمل كرياشن على الريسورس جروب اللي اسمه RGWE اللي هو رسورس جروب واست يوروب ممكن تختار اي رسورس جروب تاني بس انت عايز تعمل كرياشن في الريسورس ده اللي احنا اخترناه طيب طبعا في الاسم ببقى ليه موصفات معينة زي ما انت شايف هنا هو كتبها لك بقولك لازم الاسم يكون من واحد لثمانين كاركتر حرف يعني او يكون بيبتدي بلاتر حرف او يكون بيبتدي برقم وهكذا يعني في شوية حاجات طيب احنا هنسميها مثلا AVNET WE واست يوروب وحاختار الريجن او المكان الداتا سنتر احنا قلنا هنعملها فين هنعملها في وست يوروب زي ما احنا مختارين طيب ناكست هوا بيقولك ايه ال IP addresses انت بتحدد بيبقى عايز عندك كام IP على حسب السيستم او الانظمة اللي انت هتحطها على مايكروسوفت اجر كلاود فانت بتبتدي تعمل تخطيط الموضوع ده في مرحلة متقدمة طبعا سلاش 16 بعد كده هوريكو فيه كالكوليتر معين الناس بتوع ناتورك بيستخدموه احنا برضو ممكن نستخدمه عشان نقدر نعمل الحسابات بتاعتنا نشوف احنا عايزين كام IP فهو مثلا هو سبق 16 هايدك 65536 اي بي تمام هو هايدك الرقم ده طيب اه فانا هاسبها زي ما هي وبعد كده اه اه هو بيقولك اد اي بي سيكس اه ده للناس اللي هي عايزة تعمل تستخدم اي بي سيكس او ال تستخدم اي بي سيكس اه وده معظمه بيستخدم في انترنت الاشياء او ال ايو تي وبرضو دي في الحاجات القادمة اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله طيب امان بيقولك يعني بيقولك دلاتي انت عملت النتروك الكبيرة فدلاتي بتقسمها او زي ما في الـ او اللي هي في الـ نتروك التقليدية بنقول عليها زونز فهو هنا عامل حاجة ديفولت يعني اللي هو الحاجة الطبيعية هو عاملها كل الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون الناس اللي لسه دخلة مش فهمة بس اه انا مش عايز اخش في ديتيلز دلوقتي عشان الحلقة مفوض تكون مختصر يعني انا بس بوريك الشكل بتبقى عامل ازاي طيب ندوس ناكست انا هزيبها زي ما هي طبعا انا هرجع او وريك بس حاجة انت ممكن تعمل تعمل ادينج لصابنت او زونز تانية بس انا هنخليها زي ما هي كده طيب ناكست اه هنا بقى حتة السيكوريتي بيقولك عايز تستخدم باشين هوست باشين هوست او ديتوس بروتكشن او فايروول كل الكلام ده برده سابق الاوان ومش عايز اتكلم فيه دلوقتي بس هي كلها حاجات لها علاقة بالسيكوريتي بتاعت النتورك اللي انت بتعملها هو مايكروسوفت بتحاول تسهلك الدنيا او بيحاولوا يسهله الدنيا وانت في الويزرد او انت في الويزرد او انت في الستنجز او في الاعدادات اللي انت شغال فيها دلوقتي هي بتحاول تسهلك الدنيا بدل ما تروح هناك عند سيكوريتي وتزبطها هي بتحطها لك في الويزرد بتاعتك او في الاعدادات اللي انت شغال عليها طيب ندوس ناكس تاج زي احنا اتكلمنا فيه قبل كده انت لو عايز تعرف الحاجات دي بتكلفك كام فبتحط الاسم والفاليو بتاعتها زي قلت لك الليبل لو انت في السوبر ماركت بتحط مثلا زي كود بتاعها يعني تقول ده مثلا مغزن رقم واحد السلعة رقم تسعة مثلا ايا كان مهم بس بقعني بيقول ريفيو بيعمل شاكينج في اي حاجة غلط مفيش يبقى كريت تمام بس هو بيكتب لك هنا deployment in progress هو دلاتي بيشتغل عشان يعمل لك النتورك ده بكل سهولة فاحنا ممكن نقول go to resource خلاص اعملها لك وستيرو في زير وان وخلاص كده بقى انت عندك نتورك فيها الاي بي ادرسيز بتاعتك والناحية اللي هي على الشمال هنا زي ما قلنا ده ال left blade بتاعك بيبقى فيها ال settings والحاجات اللي انت تقدر تتحكم فيها في virtual network بتاعتك ودي هنتكلم فيها في المستقبل طبعا عشان كل واحدة ليها السيناريو بتاعها او الكيس المعينة اللي هنتكلم فيها عنها بس دي ال address space اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وهنا ال connected devices لو انت كنت عندك كمبيوترات ال network هتظهر لك الكروت بتاعتها ال network cards بتاعتها هنا وال subnets اللي هي zones زي ما قلنا وطبعا ده بقيت settings كتيرة جدا هنتكلم فيها بعدين وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى يكون ال demo وهو كان سريع وبسيط واتمنى ان الناس اللي يعرف المعلومات دي يشيرها يعمل شير مع الناس تانية عشان يعرف ان الناس تانية المعلومات دي الاصحاب او المعارف اي حد عايز يعرف على Microsoft Azure ياريت يقول له على الفيديوهات دي عشان دي هتكون مفيدة للناس اللي لسه بدأة واللي الناس اللي اللي لسه في الكارير وعايزة تعمل shift او تنقل على موضوع بالاخص Microsoft Azure ده هيكون مفيد لها عشان لما تبتري معايا بدري هيبقى افضل لحلقات الانجليش هجري او راديا نجريت خلاص فبرضو في العربي حقيزة بتري واحدة واحدة حد ما نوصل لليفل معين وبعد كده هنجري والناس تتطور في الاخر يبقى عندنا ناس زي ما انا قلت او او ادمنستراترز على ازير عندهم صالد باكراوند او عندهم معلومات يكونوا واثقين منها يعني ما يكونش فيه اهتزاز او لا يبقى عارف هو بيتكلم في ايه والدزاين معمول ازاي والاوبرايشن معمول ازاي في ثقة في الموضوع شكرا لكم واشوفكم الاسبوع الجاي على خير stay positive stay tuned السلام عليكم